غارقة في الدمار هكذا تترك القوات الأمريكية مدينة الرقة السورية بعد عام على استعادتها من تنظيم الدولة نسبة الدمار الكبيرة التي وصلت إلى 80% تترك تساؤلات عدة عن أهمية النصر الذي أعلنته الولايات المتحدة على تنظيم الدولة في سوريا والعراق منظمة العفو الدولية وفي تقرين لها أكدت أن واشنطن لم تتعلم من أخطائها الفادحة في العراق وكررتها في سوريا وتضيف لهم معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة أن ترك هذا الدمار واسع النطاق في أعقاب العمليات العسكرية هو عمل يتعارض مع ما أعلنه التحالف من قيم لتخليص المدينة من الإرهاب كما زعم بالأمس الموصل وبعدها الرقة تؤكد المنظمة أن ضحايا قصف التحالف من المدنيين تجاهلتهم إدارة ترامب بلا خجل ولم تلتفت لأعداد الضحايا الهائلة الذين لم يحظوا بفتح أي تحقيق بشأنهم لماذا قتلوا من المسؤول حتى ذوهم لم يحصلوا على التعويضات المفترض على التحالف الدولي دفعها لكن ما الذي دفع أمريكا لهذا الانسحاب المفاجئ من سوريا هو سبب ترجعه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتكلفة الباهظة للبقاء من حيث استنزاف موارد الولايات المتحدة فضلا عن عدم وجود ضرورة لحماية النفط الذي سلم الوكلاء لها في المنطقة لا فرق بين انسحاب أوباما من العراق وانسحاب ترامب من سوريا تقول الصحيفة فكلاهما ترك البلدين دون مسار واضح من شأنه إعادة الإعمار ولم تقدم أي حلول لمعالجة قضايا سوء الحكم رغم أنها دخلت بزعم جلب الديمقراطية وغذت بالمقابل سعود الطائفيين للسلطة ما أدى لظهور حركات متشددة في مقابلها تسبب كل هذا إضافة لتدخلها العسكري في إراقة دماء لن تستطيع أمريكا غسل يديها منها ولن ينسى ملايين النازحين في كلا البلدين من تسبب بوصولهم هاهنا وصرق ثرواتهم وترك بلادهم بيد طغاة لا يعرفون إلى القتل وتقديم فروض الطاعة للخارج